بعد آخر تتسع ملامح الفوضى سياسية في العراق من خلال الصراع المستمر بين الأحزاب والميليشيات على تشكيل الحكومة المقبلة صراع يكاد يتكرر مع كل دورة برلمانية لكنه هذه المرة كان محتدما وذهب إلى تحشيد الشارع فخلف قتلى ومصابين وهنا الحديث عن صراع الصدر والإطار التنسيقي والذي كان شاهدا على عمق الأزمة السياسية المزمنة في العراق بعد عام 2003 هذه الفوضى جعلت المواطنة العراقية تحت وطأة ظروف اقتصادية واشتماعية صعبة فضلا عن الظروف الإنسانية المتعلقة بالانتهاكات التي ترتكب دون رادعا من طرف ميليشيات مسلحة لا تقوى الحكومة ومؤسساتها الأمنية على مواجهتها فالتسجيلات الصوتية المسربة والتي كشفت عن قيام ميليشيات مسلحة بأعمال احتيال وابتزاز وأنشطة إجرامية لا حصر لها طرحت تساؤلات عدة حيال ممارسات الميليشيات التي قوض السلطة الدولة على رغم من أنها باتت تمارس العمل السياسي عبر أحزاب شكلية تمثل واجهة لها وفرض الصراع الناجم عن الفشل في تشكيل الحكومة منذ نحو عام نفسه على مجمل الأوضاع في العراق حيث انعكست الفوضى السياسي على الاقتصاد والخدمات التي تعيش أساسا واقعا مزريا منذ الاحتلال وعلى امتداد الحكومات المتعاقبة ويقول مراقبون إن حالة من التطبيع مع الفوضى يعيشها العراق حيث تعجز السلطات الحكومية وأجهزتها الرقابية والأمنية عن محاسبة هذه الميليشيات ما يؤكد أنها تحظى بدعم سياسي يمثل غطاء للفساد الذي تفشى على نطاق واسع في كل مؤسسات الدولة وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لتلافي تفاقم الأزمة السياسية لكن لا توجد بوادر فراجة في ظل تمسك أطراف الصراع السياسي بمواقفهم ورغبة كل طرف في الحفاظ على نفوذه على حساب البلد الذي مزقه نظام سياسي يتداعى ويوشك أن ينهار على رأس شركائه